بسم الله الرحمن الرحيم تناولنا في المحاضرة السابقة الموضوع الأول وهو فحص القوائم المالية المرحلية وقلنا أن من ضمن النقاط الفرعية لهذا الموضوع وجود متطلبات للإفساح والقياس يجب على مراجع الحسابات الإلمان بها وقلنا في حالات عملية لتوضيح هذه المتطلبات عشان كده المحاضرة الثانية عنوانها الحالات العملية المتعلقة بفحص القوائم المالية المرحلية كان من ضمن المتطلبات الواجب الإلمان بها عن طريق المراجع هي التكاليف المباشرة المرتبطة بالإراءة وقلنا قلنا أني وفقا للرأي المحاسبة رقم 28 الصادر عن مجلس مبادئ المحاسبة المالية بنحدد تكلفة البضاعة المباعة وقيمة مغزون آخر الفترة لكل فترة مرحلية بنفس الأسس والطرق المستخدمة عند تحديدهما في نهاية السنة المالية مع أغز ما يلي في الاعتبار قلنا فيه ثلاث اعتبارات الاعتبار الأول إذا كانت الشركة تتبع طريقة نسبة مجمل الربح في تحديد كل من تكلفة البضاعة المباعة خلال الفترة المرحلية فإنه يجب الإفساح عن ذلك في القوائم المالية المرحلية مع الإشارة إلى احتمال وجود فروق متوقعة عن قيمة المغزون الفعلي آخر العام على اعتبار أنه طبقا لنظام الجرد الدوري بيتم الجرد الفعلي في نهاية السنة المالية هنا المثال بيقول لي تقوم شركة الباسم للتجارة باستخدام طريقة نسبة مجمل الربح لتقييم مغزون نهاية الفترة وقد بلغ مغزون البضاعة في نهاية 2019 اللي هو يعتبر بداية 2020 مبلغ 2 مليون جنين وقد بلغ صافي مشتريات الربع الأول من سنة 2020 مبلغ 800 ألف طبعا صافي المشتريات نقصد به كل المشتريات التي تم شراءها خلال الربع محصوم منها أو مطروح منها المرضوضات اللي دمت والخصم النقدي على هذه المشتريات طيب وقال لي بلغ صافي المبيعات خلال نفس الربع مليون ومتين ألف جنين برضو بنفكر أن صافي المبيعات عبارة عن إجمال إيراد المبيعات نقص مرضوضاتها نقص الخصم النقدي عليها المطلوب المطلوب تحديث قيمة المغزون في بداية الربع الثاني من سنة 2020 والذي يجب أن تتحقق من وجوده عند قيامك بفحص القوائم المليار المرحلية للربع الأول من سنة 2020 إذا علمت أن نسبة مجمل للربع 25% طيب أنا دلوقتي عشان أحدد إحنا عارفين أن البضاعة المتاحة في كل ربع جزء بيتباع فبقى بعيز أحدد تكلفة البضاعة المباعة وجزء بيتبقى بعيز أحدد قيمة مغزون آخر هذا الربع دون إجراء جرد فعلي طيب من المعداد أن نسبة مجمل للربح عبارة عن 25% إزاي أوصل إلى تحديد قيمة هذا المغزون فبنعمل تميد للحل المعادلة بتقول لي أن مجمل للربح دائما عبارة عن صاف المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة فطبقا لمعطيات التمرين بما أن مجمل للربح 25% وأن صاف المبيعات دائما وأبدا تمثل نسبة 100% إذا نستنتج أن تكلفة البضاعة المباعة 75% دي العراقة بينهم كنسب المتاح من هذه العناصر قاقيمة هو صاف المبيعات صاف المبيعات قال لي مليون ومتين ألف جنيه طيب أقدر أستنتج تكلفة المبيعات نقدر نستنتج مع بعض تكلفة المبيعات على النحو التالي لما أضرب طرفين في وسطين فيجي هنا تكلفة البضاعة المباعة أتبقى عبارة عن مليون ومتين ألف في 75% على 100% أستندج أن تكلفة البضاعة المباعة عبارة عن تسعمائة ألف جنيه وعلى ذلك يمكن تحديد كيمة مخزون آخر الربع الأول اللي هو يعتبر بداية الربع الثاني تبقى لما يلي مخزون أول الربع من المعطيات عندي عبارة عن اثنين مليون جنيه هضف له اللي اشتريته خلال الربع الأول تمنمائة ألف جنيه إذن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع خلال الربع الأول اثنين مليون تمنمائة ألف طبعا البضاعة قلنا المتاحة بتنقسم إلى قسمين جزء مباع وجزء متباك طيب لما أطرح مننا من البضاعة المتاحة الجزء اللي تباع أقدر أحدد تكلفة مخزون آخر الربع فهنا اطرح هنا تكلفة البضاعة المباعة اللي احنا استنتجناها في تمهيد الحل اللي عبارة عن 900 ألف جنيه أستنتج أن مخزون آخر الربع الأول عبارة عن مليون وتسعمائة ألف جنيه طيب ده الإجابة عن أن قيمة المخزون اللي أنا كمراجع حسابات يجب أن أتحقق منها في نهاية الربع الأول اللي هي بداية الربع الثاني قيمتها عبارة عن مليون وتسعمائة ألف جنيه طيب إيه هو الاعتبار الثاني قلنا وإحنا بنشرح حلو الموضوع الأولاني إذا كانت الشركة تطبق أو تتبع طريقة التكلفة أو السوق أيهما أقل في تحديد قيمة المخزون في نهاية كل فترة مرحلية فإنه يجب تطبيق تلك الطريقة بنفس طريقة تطبيقها في نهاية السنة المالية مع ملاحظة إنه بيتم الاعتراب بالخسائر النتجة عن انخفاض سعر السوق عن التكلفة في نهاية الفترة المرحلية طالما إنه انخفاض مستمر وليس مؤاقع مع الاعتراف طبعا بالأرباح النتجة عن ارتفاع سعر السوق عن التكلفة في نهاية الفترة المرحلية وذلك في حدود الخسائر التي تم الاعتراب بها في فترات مرحلية سابقة من السنة قلنا تبقى لسياسة الخيطة والحصر طيب بناخد حالة تطبيئية عليها الحالة بتقول لي تتبع شركة ميرانا التجارية وهي شركة مسامة مصرية طريقة التكلفة او السوق ايهم اقل لاغراض تقييم المغزوم وتستخدم طريقة الوارد اولا صادر اولا لحساب التكلفة وفيما يلي بيان بالمشتريات والمبيعات خلال الربع الاول والثاني من سنة 2019 اديني في الربع الاول صافر المشتريات اللي هي المشتريات المبيعات سعر السوق في نهاية الربع يعني هنا انا او الشركة اشترت خلال الربع الاول 400 جهاز وكانت شاريع الجهاز بتكلفة قدرها 450 جنيه على نهاية هذا الربح اصبح تكلفة هذا الجهاز في السوق 420 الف جنيه ثم الربع التاني تم شراء 700 جهاز بتكلفة قدرها 500 جنيه كان عبارة عن 200 جهاز وتكلفة الجهاز 400 جنيه وكذلك ما هي قيمة خسائر او ارباح التغير في اسعار المخزون الذي يجب الاعتراب بها في كل ربع سنة يعني مطلوب مني احدد قيمة المخزون في نهاية الربع الاول وفي نهاية الربع التاني طيب المعطيات هنا بتقول لي ان انا همشي ربع ربع طيب لما اجي هنا نشوف بيانات الربع الاولاني الربع الاول المخزون دائما زي ما احنا لسه واضينا في الحالة العملية السابقة استنتجه ازاي بشوف البضاعة اللي كانت عندي اول الربع اضيف اليها اللي انا اشتريته خلال الربع يديني البضاعة المتاحة لما استبعد منها اللي اتباع اوصل الى قيمة المتوقع اللي هو مخزون نهاية الربع فهستخدم نفس المعادلة اللي اخدناها في الحالة اللي فائل سابقة بس عن طريق استنتاج الوحدات فلو قلنا ان مخزون نهاية الربع الاول هتساوي مخزون بداية الربع الاول زائد المشتريات خلال الربع الاول طبعا نتج الجمع في زهني عبارة عن البضاعة المتاحة خلال الربع الاول لما استبعد منها ما تم بيعه المفروض المتوقع يديني مخزون نهاية الربع الاول من المعطاة عني 200 جهاز بتمثل مخزون بداية الربع الاول اشتريت خلال الربع الاول الربع مية يبقى كده في زهني اننا البضاعة او الاجهزة المتاحة للبيع خلال الربع الاول كانت 600 جهاز اتباع منهم 50 جهاز اذا المتوقي 550 جهاز طيب دور المحاسب انه يبدأ يعمل تقييم لل 550 جهاز يحدد سعر تكلفتهم كام وسعر السوق ايه لنفس الاجهزة كام طيب سعر السوق كمعطيات في الخانة الاخيرة 550 جهاز كان سعر السوق في نهاية الربع الاول للجهاز 420 جهاز اذا الخمسمية وخمسين جهاز سعرهم في السوق 231 الف جنيه نيجي لتحديد سعر التكلف سعر التكلفة بيتوقف عنها السياسة اللي بتتبعها الشركة في المنصرف من هذا المغزوم فقد تكون الوارد اولا صادر اولا وقد تكون الوارد اخينا صادر اولا او المتوسط المرج فطبقا لبقنات المعطيات قال لي ان الشركة بتتبع طريقة الوارد اولا صادر اولا بمعنى اللي بييجي الاول هو اللي ببيعه الاول طيب اللي موجود عندي الاول اللي هو المغزون اللي كان عندي فاول الربع المفروض بفترض هو اللي اتباع يلي المشتريات اللي انا اشتريتها خلال الربع طبقا لكده اقدر احد اتباع الخمسمية وخمسين جهاز اللي اتباعه كان مصدرهم مبارعا ربعمية جهاز بتكلفة الجهاز ربعمية وخمسين زائد مية وخمسين جهاز بتكلفة الجهاز ربعمية جنيه هيتضح ان سعر التكلفة 240 الف جنيه طيب انا كده كمحاسب وانا كمراجع بعديه بتحقق من ذلك لما اقول ان مغزون نهاية الربع الاول سعر تكلفته 240 الف جنيه تكلفة احلاله لما حب اجيبه من السوق ايبا 231 الف جنيه اذا هناك خسائر بس خسائر محتملة وفي ضوء ذلك بنقيم المغزون بالاقل فالاقل عندي 231 اللي هو سعر ايه السوق والفرق بينه وبين سعر التكلفة اللي هم عندي عبارة عن الفرق اهو فضوء ما صبق الفرق 18 الف جنيه ده باعتبر هذا الفرق عبارة عن خسائر محتملة فالمفروض محاسب الشركة بيجري هذا القيد في نهاية الربع الاول فبنيجي نقول 900 نرجع كده تاني هادي المواطق الفرق ااسف ما بين 300 هنا هن السعر السوق 231 سعر التكلفة 240 الفرق بينهم 9 وانا هنعتبرها خسائر محتملة وان المفروض بالفرق ده محاسب الشركة وانا بعدي كمراجع حسابات اتحقق من ذلك يجري هذا القيد ادي 9000 جنيه من حساب خسائر هبوط اسعار مخزون 9000 جنيه الى مخصص هبوط اسعار مخزون طيب مخزون في نهاية الربع الاول كان عبارة عن 550 جهاز اللي هو هيعتبر مخزون اول الربع التاني طيب بنفس الخطوات العملية او الحسابية اللي احنا قمنا بها دي اقدر احدد قيمة مخزون الربع التاني يبقى هنا بالنسبة للربع الثاني مخزون نهاية الربع التاني هيساوي مخزون بداية الربع التاني زائد اللي اشتريته خلاله الربع التاني اللي اتنين يديني البضاعة المتاحة خلاله الربع التاني لما استبعد منها ما تم بيعه اوصل الى ما تبقى اللي هو مخزون نهاية الربع الثاني بالتعوين مخزون بداية الربع الثاني اللي هو نهاية الربع الاولاني كان 550 جهاز وتبقى لمعطيات المتاحة لك عندي مشتريات خلال الربع ب700 بيعت منهم 650 جهاز اذا المتبقي 600 جهاز يبدأ المحاسب هيعمل عملية التقييم وانا كمراجع فيما بعد ببقى اتحقق من هذا التقييم هجيب سعر التكلفة وهجيب سعر السوق سعر السوق لل600 جهاز ضمن بيانات المعطيات 600 جهاز في 530 يديني 318 طيب سعر تكلفتهم تبقى الاساس ليه الورد اولا صدر اولا عندي هنا هسعر ال600 جهاز على اساس تكلفة قدراءة 500 للجهاز يبقى يديني كام 300 ألف جنيه طيب ايهما اقل هل سعر التكلفة الاقل ولا سعر السوق في الحالة دي سعر في الضوء ما صبك يعني بيادم الفرق بينهم 18 ألف جنيه طيب الـ 18 دي في ذهني معناها ايه ارباح ارباح محتملة السؤال بقى هل اعترف بالـ 18 ألف كأرباح قالك اعترف بهم كأرباح في حدود الخسائر اللي انا اعترفت بيها قبل كده طب انا قبل كده كنت عامل ايه مخصص كمته كان 9 تمام يبقى معنى كده ان انا هلغي المخصص لمعناها بما يوازي 9 لاني مش في حاجة ليهم على اساس وجود ارباح محتملة او كأن باعترف بالارباح في حدود الخسائر السابقة الاعترف بيها اللي هي 9 وبالتالي محاسب الشركة في نهاية الربع التاني يجب ان يقوم باجراء هذا القيد وانا كمراجع حسابات فيما بعد اتحقق من ذلك يبقى القيد هنا 9000 جنيه من مخصص حبوط اسعار المخزون 9 الى حساب الارباح والخسائر يبقى ده طبيع على الاعتبار الاول يبقى هنا الاعتبار تطبيق على الاعتبار التاني كان الاعتبار الاول اذا كانت الشركة بتتبع طريقة نسبة مجموعة الربح لتحديد كيمية المخزون والاعتبار التاني اذا كانت الشركة بتطبق طريقة التكلفة او السوق ايهما اقل طاين من ضمن المتطلبات الاخرى اللي احنا اخدناها مع بع الواجب على مراجع الحسابات الإلمان بها حتى يمكنه فحص القوائم المالية المرحلية بصورة مرضية وهي الضرائب على الدخل سبق القول أن الأعباء الضربية بتتحدد على الدخل لكل فترة مرحلية أن نحن عن طريق حساب الضريبة على الدخل حتى نهاية الفترة المرحلية الحالية ويتم استبعاد الضريبة على الدخل التي تخص الفترات المرحلية السابقة مع الأغزة في الاعتبار الوفورات الضربية النتيجة عن وجود خسائر محققة في فترة مرحلية سابقة طيب هنبدأ ناخد مثال هنا بيقول لي حققت شركة همس وهي شركة مساهمة مصرية صافي ربح خلال عام 2016 قدره مليون جنيه موزع على فترات السنة الأربعة يبقى هنا الفترة المرحلية طولها التلات شهوه في نهاية المطاف على مستوى السنة كاملة هناك ربحه قدره كام؟ قدره مليون جنيه طيب متوزع هذه النتيجة على النحو الآتي الشركة حققت صافي خسارة في نهاية الربع الأول 20000 ثم الثاني ربح قدره ميت ألف والثالث ربح قدره مية وخمسين ألف والرابع تسعمية وخمسين ألف طيب لما هي حققت خسارة في نهاية الربع الأول 20000 وثم بعد ذلك حققت ربح قدره ميت ألف كأن ربح نهاية الساقل ربع التاني غطى من الخسارة ميتين ألف فما زالت متبقي خسارة قدرها ميت ألف رجعت الشركة في نهاية الربع الرابع حققت ربح قدره مية وخمسين ألف هنغطي الخسارة المتبقية اللي هي مية فالمفروض كده هتبقى في نهاية الربع التالت ربح قدره كام خمسين ومع نهاية الربع الرابع حققت ربح قدره تسعمية وخمسين إذن الربح على مستوى السنة بالكامل هو مليون جنيه المطلوب بصفتك مراجع حسابات الشركة حدد قيمة مخصص الضرائب الذي يجب أن تتحقق من وجوده عند فحصك للقوائم المالية المرحلية لكل ربع سنة إذا علمت أن معدل الضريبة على أربع شركات الأموال أربعين في المية ودي هذه النسبة للتبسيط فقط لغير طيب الحل هيبقى عبارة عنه هنعمل جدول من ست خانات أو ست أعمدة العمود الأول يوضح كل ربع من الأربع أربع ثم صفر ربح كل ربع ثم صفر ربح المتراكم ومعدل الضريبة والضريبة المستحقة والضريبة حتى نهاية الربع على سبيل المثال الربع الأول من المعطيات صفر صرمتين الربع الثاني صفر ربح مية الربع الثالث صفر ربح مية وخمسين الربع الرابع صفر ربح قدره تسعمائة وخمسين إجمالي الربح على مستوى السنة بالكامل مليون جنيه طيب صفر ربح المتراكم بالنسبة للربع الأول وهو يعتبر أول نتيجة صفر خسارة مية طيب الربع الثاني حققنا مية زي ما شرحنا نعاب لكده كأن الربح المية ده هيغطي مية من الخسارة يتبقى خسارة قدرها مية إذن صفر ربح المتراكم في نهاية الربع الثاني تمام خسارة قدرها مية طيب نرجع للخانة التانية الأولى اللي هو الربع التالت في الخانة التانية حققنا ربح مية وخمسين في الخانة التالت هنغطي خسارة قدرها مية إذن صفر الربح حتى نهاية الربع الثالث خمسين ثم الربع الرابع حققنا ربح قدره تسعمائة وخمسين مع الخمسين إذن صاف الربح المتراكم مع نهاية الربع الرابع اللي هو مليون جنيه معدل الضريبة ثابت أربعين 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 في المية هنضرب أو نجيب الضريبة المستحقة لكل ربع بتبعه عبارة عن حاصل ضرب صافي ربح كل ربع في معدل الضريبة فبالنسبة للربع الأول ميتين في أربعين في المية تديني ثمانين ألف ونحطها ما بين قسين لأنها بتعبر عن خسارة الربع الثاني ميت ألف في مية أربعين ألف في أربعين في المية تديني أربعين ألف ثم ستين ثم تلتمائة وتمانين نيجي للخانة الأخيرة الضريبة حتى نهاية الربع تمام ثم أربعين ألف ثم عشرين ألف ثم ربعمائة ألف عايزة أتأكد من النتيجة على مستوى السنة الكاملة صفر ربع مليون لو ضربته في أربعين في المية فكأن الضريبة المستحقة عن السنة في الكامل عبارة عن ربعمائة ألف جنيه طيب بتوزعها على الفترات المرحلية الأربعة كأن هناك قصارة في الربع الأول ثمانين وفي الربع الثاني أربعين الضريبة في الربع الثالث عشرين الضريبة في الربع الرابع عبارة عن ربعمائة ألف طيب هل الشركة هاستحق عليها ضريبة في حالته خسارة لا طيب انا عنده خسارة في نهاية الربع الاول وخسارة في الربع ليه التاني طيب اول ربع او فترة مرحلية هتحقق فيها ربح هو الربع التالت الربح كام 20 طيب ثم في الربع التالت الضريبة المستحقة 380 يبقى كده على مستوى السنة والكامل هتطلع الضريبة كام 400 الف جنيه طيب نيجي هنا قدنا بيتضح مما سبق انه لو توجد ضريبة على الدخل المستحقة في نهاية الربع الاول لتحقيق خسائر طبعا وتبلغ ضريبة المستحقة على الدخل في نهاية الربع التاني 40 الف جنيه ولا بد ان تطرح من الوفورات الضربية على الخسارة المحققة في الربع الاول وكمية 80 لتتبك وفورات ضربية كمية 40 انما الضريبة في نهاية الربع التالت 60 هنستفاد بوفورات قدرها 40 يبقى الضريبة المستحقة 20 تمام وهكذا في نهاية الربع التالت اللي هي ال 380 يبقى اول كده هنعمله الفترة المرحلية اللي اتحقق فيها ربح وكانت الضريبة المستحقة عليها 20 طيب بنقول هنا 20 الف جنيه من حساب ضريبة الدخل 20 الف جنيه حساب حاجة من الاتنين بقى ضريبة الدخل مصروف يا اما الى مصروف مستحق اللي هي ضرائبة اللي هي ضريبة الدخل المستحق او الى مخصص الضرائب يبقى ده الكيد اللي تعمل في نهاية الربع ليه التالي الكيد اللي هتعمل في نهاية الربع الرابع انا هنا ده شكل توضيحي ان الضريبة لما تحب تستنتجها في الربع الرابع ضريبة الدخل المقدرة حتى نهاية الفترة المرحلية الحالية وليكن الربع الرابع بتراح من ضريبة الدخل المقدرة في الفترات المرحلية السابقة اللي هي 20 ألف جنيه إذن الضريبة المستحقة على الربع الرابع 380 ألف وبالنسبة لضريبة الدخل المقدرة حتى نهاية الفتر المرحلية الحالية هي عبارة عن حاصل الأرباح الخطأ للضريبة في معدل الضريبة اللي هو الأربعين في المئة طيب القيد في نهاية الربع الرابع هيبدي هنا مصروف من مصروف إلى مصروف مستحق والمصروف اللي هو نقص به ضريبة الداخل إلى ضريبة الداخل المستحقة يا إما من حساب ضريبة الداخل إلى مخصص الضرائب طيب عندي قدين دلوقتي طيب في نهاية الرابع التالي وفي نهاية الرابع واحد بعشرين الثاني بتلتمية وثمانين الف يبقى على مستوى السنة ككل الدريبة المستحقة تعتبر كام ربعمائة الف جنيه من ضمن المتطلبات متطلبات الإفساح والقياس أو القياس والإفساح الواجب على مراجع الحسابات أن يكون ملما به حتى يمكنه فحص القوائم المالية أن التغيرات المحاسبية نفتكر تاني التغيرات المحاسبية إحنا عندنا سياسة سياسة السباة معناها أننا كشركة يجب أن يكون هناك سباة في تطبيق الطرق المحاسبية المتبعة طيب لأغراض ما أو الهدف ما عايز أغير هذه السياسة في فترة ما يجوز يجوز بس أتأكد أنا كمراجع أن محاسب الشركة عكس الأثر التراقمي لهذا التغير على الأرباح المحتجزة طيب كتطبيق عملي لذلك بيقول لي هنا اشتريت شركة الباسم في 1-1-2019 قال تكلفتها 130 ألف جنيه وقدرة عمرها بخمس سنوات وقمتها المتوقعة كخردة 10 ألف جنيه وتهلك بطريقة مجموعة أرقام سنوات لاستخدام وفي بداية الربع الثالث من عام 2019 قررت الشركة التحول إلى طريقة القسط السابت قبل ما نكمل المعطيات يعني الشركة خلال الربع الأول والربع الثاني الطريقة المطبقة لحساب إهلاك هذه الآلة كانت طريقة مجموعة أرقام سنوات لاستخدام الشركة جت في بداية الربع الثالث وغيرت طريقة الإهلاك بدل ما تبقى طريقة مجموعة أرقام السنوات طبقت طريقة جديدة وهي طريقة القسط السابت مع بداية الربع الثالث طيب نكمل المعطيات بيقول لي هنا وفيما يلي بيان بإرادات ومصروفات الشركة بإرادات ومصروفات الشركة خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2019 المبالغ بالجنيهات مديني في خانة البيان إرادات تكلفة مبيعات مصروفات عامة على اعتبار أن الإرادات تم باستبعد منها تكلفة المبيعات بوصل إلى مجمل الربع ثم استبعد المصروفات العامة أوصل إلى صاف الربع مدهاني على مستوى الربع الأول والثاني والثالث مع الأخذ في الاعتبار أن المصروفات العامة اللي هو البيانة التالت ما بين كوسين قال لي متضمن الإهلاك إذن أنا أفهم من كده إيه أن المئة ألف جنيه اللي هي المصروفات العامة بتاعة الربع الأول تمام؟ جوها أو داخلها مصروف الإهلاك المحسوب على الطريقة الأديمة اللي هي طريقة مجموعة أرقام سنوات لإستخدام وأن التسعين ألف المصروفات العامة الخاصة بالربع الثاني أيضا ضمنها مصروف الإهلاك المحسوب على أساس الطريقة اللي كانت مطبقة وهي مجموعة أرقام السنوات قبل اتباع الطريقة الجديدة إنما المئة وخمستاشر ألف المصروفات العامة الخاصة بالربع التالي دي متضمنة مصروف الإهلاك المحسوب على أساس تطبيق الطريقة دي الجديد طيب إيه المطلوب؟ المطلوب بيان كيفية تحقق مراجع الحسابات عند فحصه للقوائم المالية المرحلية عن الفترة التالت من معالجة التغير في سياسة الإهلاك وذلك عن طريق إعدادك لقائمة الدخل عن الربع الثالث المنتهي طبعا الربع الثالث المنتهي الربع الأول ينتهي 31-3 الربع الثاني ينتهي 30-6 الربع الثالث ينتهي 30-9 والمتضمنة معالجة التغير في السياسات المحسبية مع بيان الأصل على رصيد الأرباح المرحلة في نهاية الربع الثالث اللي هو 30-9 إذا علمت أن رصيد الأرباح المرحلة في 1-1-2019 بلغ خمسمين ألف جنيه طيب مبدئيا نحاول ننظم قطوات الحل كل القصة أنا عايز أعبر عن فكرة لما يحدث تغير فأي سياسة وليكن سياسة الإهلاك لازم محاسب الشركة يعكس الأثر لأن التغير هترتب عليه يا إما زيادة يا نقص المصرفات يا إما زيادة أو نقص الإرادات وسواء المصرفات زادت أو نقصت أو الإرادات زادت أو نقصت هتأثر الربع طيب فنتيجة التغيير لازم أعكس الأثر التلقومي على الأرباح المحتجزة أو المرحلة راي بنبدأ بالخطوة الأولى الخطوة الأولى إننا أحدد الإهلاك الأديم تبقى للطريقة الأديمة اللي هي تبقى للمعطيات كانت مطبقة في في الربع الأول والربع الثاني تمام وأحدد الإهلاك تبقى للطريقة الجديدة خلال الربع الثالث فقط طيب أعمل مقارنة عشان أشوف التغيير ده في طريقة الإهلاك عملية فلو حسبنا الإهلاك تبقى للطريقة القديمة تكلفة الأصل 130 أستبعد القيمة التخذية 10 وأضرف في 5 على 15 وأضرف في ربع عشان أجيب إهلاك الربع سنوي للإهلاك تبقى للطريقة القديمة طيب في نقطة هنا أحب أشير إليها إحنا قلنا 130 دي عبارة عن تكلفة الأصل اللي هي الآلة ناقص القيمة التخذية في نهاية العمر الافتراضي لهذه الآلة أو العمر الانتاج المتوقع لهذه الآلة 10 في 5 على 15 طيب نفتكر مع بعض طريقة مجموعة أرقام السنوات الـ 5 على 15 دي إيه قصتها قلنا في طريقة مجموعة أرقام السنوات ببدأ أجمع أرقام السنوات تبقى لمعطاة المسألة قال للألة يقدر لها 5 سنوات يبقى إيه أرقام السنين 1 2 3 4 5 لو جمعت مجموعة هذه الأرقام هلقي 15 فدائما وأبدا بضرب صاف القيمة الدفترية اللي هي تكلفة الأصل لأصل القيمة الدخلية في كسر الكسر ده دائما وأبدا عبارة عن 15 اللي هي مجموعة أرقام السنوات طيب لو كانت الآلة هتعيش 4 سنوات يبقى مجموعة أرقام السنوات 1 2 3 4 مجموعة 1 2 3 3 6 14 طيب يبقى دائما الكسر عبارة عن مجموعة أرقام السنوات طيب البسط عبارة عن ترتيب تنازلي للسنوات السنة الأولى كان ترتبها 1 لو رتبناها تنازلي هيبقى ترتبها الخامس السنة التانية ترتبها 2 هيبقى ترتبها التنازلي 4 طيب احنا في السنة الأولى يبقى ترتب السنة الأولى التنازلي 5 فبندرب في 5 كنوع من أنواع تطبيق طريقة القسط المتناقص فيه ربع والربع ده ممكن نقول في 3 على 12 اللي هي تعبر عن ربع سنة أو 3 على 12 3 شهور بالنسبة لل 12 يعني الربع سنة فكده اللي هي القسط السابت تكلفة الآلة واصل قيمة التقليدية مقصومة على العمر الانتاقي المقدر لها اللي هي الخمسة ده الحد كده ده يديني إهلاك سنوي أضرب في ربع عشان أجيب الإهلاك بتاع ربع سنة تلقي إليه الإهلاك الجديد تبقى للطريقة الجديدة 6000 جنيه طيب نركز الإهلاك بدأ من الربع التالت بدأ نغير لطريقة القسط السابت اللي هو الإهلاك بتاعها يبقى ست ده معناي إننا خلال الربع الأول والتاني زودت الإهلاك بربعة عن ما يتبع في الطريقة الجديدة طيب لما ربع في كل ربع المصروفات زادت بربعة يبقى على مدار الربعين يبقى معناها المصروفات زادت بكم بتمانية طيب لما المصروفات تزيد بتمانية تمام ده معناه أنا عايز أتمشى بقى مع الطريقة ليه الجديدة أعمل المصروفات زادت بتمانية فهنزود التمانية بالنسبة للأربع زيادة المصروفات بتمانية هتنقص الأربع بتمانية طيب عشان أجيب الأسر عشان يتمشى مع الطريقة الجديدة المفروض زود كام على الأربع تمانية الكلام ده بنوضحه فين النقطة التانية أو الخطوة التانية في الخطوة التانية بنقول تحديد الأسر التراكمي الناتج عن التغيير في السياسة الإهلاك يتمثل الأسر التراكمي في نقص المصروفات في كل ربع بمجدار البع تاني تبقى للطريقة القديمة كان الهلاك الربع سنوي عشرة تبقى للطريقة الجديدة اللي هي هتطبق من بداية الربع التالة إلى ما شاء الله تمام بست ده معناه إن كان هناك زيادة في الإهلاك تبقى للطريقة الجديدة طب إحنا هنمشي على طريقة القديمة طب إحنا هنمشي على الجديدة يبقى ده معناه إن الأسر التراكمي هيتمثل في نقص المصروفات في كل ربع بمجدار أربعة وبالنسبة كل ربع من الربع الأول والربع التاني وبالتالي يجب زادة أرباح بمجدار كام تمانية عن هذين الربعين لتتمشى مع الطريقة الجديدة لحساب الإهلاك والتي ده أبدأ من بداية الربع التالت يبقى الخطوة الأولى جبنا الإهلاك الربع سنوي تبقى للطريقة القديمة والطريقة الجديدة وده تمهيدا عشان أحسب الخطوة التانية أننا بحدد فيها الأثر التراقومي للتغيير الذي حدث الخطوة التالت إعداث قائمة الدخ عن الربع التالت من سنة 2011 قلنا التالت يبدأ 1-7 انتهي 30-9 من بيانات الربع التالت المبيعات كانت مليون ومتين أطرح منها تكلفة الببيعات 550 إذن مجمع الربح 650 أطرح المصرفات العامة ما بين كسين متضمن الإهلاك الإهلاك تبقى للطريقة الجديدة 115 إذن صفر الربح كام 530 الخطوة الرابعة عشان أكون وفيد بالمطلوب إن أنا أحدد رصيد الأرباح المرحلة في نهاية الربع التالت في 30-9 ممكن أحدده بأكتر من طريقة بس الطريقة اللي مفروض تتعرض عشان تمشي مع المنطق اللي حصل هي على النحو التالي هو عشان أوصل لأرباح رصيد الأرباح المرحلة في نهاية الربع التالت تمام المفروض أعمل إيه ببدأ برصيد الأرباح المرحلة في بداية الربع الأول الربع الأول كانت عبارة عن رصيد رصيد الأرباح في الأرباح المرحلة أو المحتجز في وداية الربع الاول تبقى للمعطيات 500 الف اجمع عليها الارباح في الربع الاول والتاني قبل التعديل قبل تعديل الطريقة طيب كانت عبارة عن 300 و 360 طيب كده انا اصل لرصيد الارباح المرحلة في نهاية الربع التاني اللي هو اعتبر رصيد الارباح المرحلة في وداية الربع التالت قبل التعديل كان مليون 160 الف طيب حصل تغيير فقلنا هنشوف الاسر التراكمي احيانا حسب الحالة ازود الاسر التراكمي واحيانا اناقص الاسر التراكمي طيب طبقا للتحليل اللي احنا قلناه هزود الاسر التراكمي كتعديل من الطريقة الاديمة للطريقة الجديدة في 8 هوصل الى رصيد الارباح المرحلة في بداية الربع التالت بعد التعديل وهي مليون 168 الف طيب الارباح المرحلة خلال الربع التالت مش محتاجة تعديل لانه كنت بدأت في تطبيق الطريقة للجديدة فالأرباح دي 535 إذن لو جمعتها على رصيد الأرباح في بداية الربع الثالث أوصل إلى رصيد الأرباح المرحلة في نهاية الربع الثالث دي كانت حالات عملية كتطبيق على المتطلبات أو متطلبات الخياس والإفصاح الواجب على مراجع الحسابات الإلمان بها حتى يتمكن من فحص القوائم المالية المرحلية السلام عليكم ورحمة الله